الحمد لله الحمد لله الذي اصطفى من الملائكة عسلا ومن الناس واتخذ من بعض عباده شهداء واصطفى منهم أهلين ومخلصين وأولياء وفضل بعض الأزمنة والأمكنة على بعض يهب ما يشاء لمن يشاء وقت ما يشاء إنما أمره إذا آد شيئا أن يقول له كن فيكون أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة بلغ رسالة وأدى الأمانة وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن لربكم في أيام ذهركم لنفحت ألا فتعرض لها صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فنحن بإذن الله وعونه وتوفيقه وقافون عند حدود الله عز وجل عند أمره ونهيه ويجب أن نكون هكذا وقافين عند حدود الله بل لا يمكن إلا أن نكون وقافين عند حدوده عند حله وتحريمه عند أمره ونهيه استجابة لفضل ما وجهنا إلى فضله والفضل في الأزمنة والأمكنة لا يعود إلى الأزمنة ذاتها ولا إلى الأماكن ذاتها إنما يعود إلى تفضيل الله لها وإكرامه لها بمزيد من الفضل ونحن في أيام طيبة مباركة في شهر عظيم ونتهيأ لشهر عظيم أيضا وفضل الله عظيم في كل وقت وحين في هذا الشهر الكريم شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر من الطاعة فيه فكأنه من جهة توطئة لهذا الشهر الكريم الفضيل الذي نستعد له روحيا ونفسيا ومن جانب آخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لم نعك تكسر الصيام في شهر مثل شعبان فقال صلى الله عليه وسلم هو شهر يغفل الناس عنه بين عجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم نظر بعض أهل العلم في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا أن رفع الأعمال على سلاس درجات فالأعمال ترفع إلى الله في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل عام فمتى ترفع من فضل الله على عباده أنها ترفع في أوقات الطعاة وأوقات الفضائل أما رفع الأعمال في كل يوم ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار منهم الحفظة ومنهم الكتبة ويجتمعون عليكم وقت تبديل ووقت التسليم والتسلم بين الملائكة يجتمعون في صلاتين يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفج فيعوج الذين باتوا فيكم فيسألهم رب العزة عز وجل وهو أعلم بحال عباده كيف طاكتم عبادي فيقولون طاكناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون طاكناهم في صلاة الفجر وأتيناهم في صلاة العصر ولفضل هاتين الصلاتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الباردين دخل الجنة والبردان الفجر والعشاء فإذا فهمنا أن الفجر يمكن أن يقال له صلاة البارد لأنه يأتي في البارد أو حتى بصفة عامة هو أقصر الأوقات برودة في اليوم والليلة هذا في اللغة العربية ما يعرف بباب التغليب كإطلاق القمرين أو كالقمرين على الشمس والقمر والعمرين على أبي بكر وعمر من صلى الباردين الفجر والعصر دخل الجنة ويوضح ذلك الحديث في صحيح مسلم عن عمارة ابن ويبة يقول لن يلي جنار أحد لن يدخلها ومعنى لن يلي جنار أي أنه سيدخل الجنة دون أن يدخل النار قط بلا سابقة عذاب النس أول الله أن نكون منهم لن يلي جنار لن يدخلها أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غعوبها يعني الفجر والعصر وصلاة الفجر هي أسقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر سقيلة على المنافقين ومن علامات صحة الإيمان وقوة الإيمان صلاة الفجر في جماعة صلاة الفجر حاضان ألم يقض الحق سبحانه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا مشهودا من من؟ من الله ومن ملائكته ومن عباده الصالحين ومن المؤمنين الحريصين على أداء الفجر وصلاتها ما من صلاة أسقل على المنافقين من صلاة الفجر وأما صلاة العصر فكسير من أهل العلم على أنها الصلاة الوسطى التي قال الله فيها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر لأن الناس إذا شغلوا عن الفجر بنومهم شغلوا عن العصر بمعاشهم فمن حارص على أداء الفجر والعصر كانت الصلاة عليه في خيرهما أفضل فتتنوى بالملائكة في صلاة العصر وصلات الفجر فإذا صليت العصر في جماعة والفجر في جماعة كتبتك الملائكة من الساجدين القائمين الراكعين المصلين الخاشعين صعدت إلى ربها وتقول يا رب عبدك فلان جئناه وأتيناه وهو يصلي وتركناه وهو يصلي هذا من أفضل الأوقات صلاة العصر وصلات الفجر وفي ختام الأسبوع تأتي المحصرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعمال العباد إن أعمال العباد ترفع إلى الله عز وجل ليلة الجمعة ليلة الجمعة ثم يؤكد عشية كل خميس كل خميس ترفع الأعمال إلا عملا واحدا إلا قاطع الرحم إن أعمال العباد ترفع إلى الله عز وجل ليلة الجمعة ليلة الجمعة عشية كل خميس فلا يرفع فيها عمل قاطع للرحم ألم يقل الحق سبحانه في حديثه القدسي أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت له اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ونحن مقبلون على شهر عظيم ينادي فيه مناد يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقسر فإذا أردت أن تدخل عليه صافيا نفس مؤملا في القبول فبادر بصلة الأحام قبل بداية هذا الشهر ولا تكن ممن قال الله فيهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نعوذ بالله من الطب على القلوب فالرفع الأول في صلاتي العصر والفج صلاة الفج الرفع الثاني ليلة الجمعة ورأو حصاد العام في شعبان في أي وقت الله أعلم فكما أخفى سبحانه سر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ليكتهد الناس في العبادة أخفى أخفى وقت صعود الأعمال إليه ليكتهد الناس في العبادة طوال هذا الشهر العظيم لأنك لا تدري في أي يوم منه ترفع الأعمال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم ثم إن لما صلى الناس لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تجاه بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة نحو سبعة عشر شهرا وقال بعض العلماء كان بعض كانت العارف في الجاهلية تتعصب لبيت الله الحرام وطراه المكان المقدس الذي لا تحيد عنه فأراد رب العزة أن يكسر في نفوسهم العصبية للمكان والعصبية للزمان فرجههم تجاه بيت المقدس ليقول لهم ليس الفضل في أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الفضل في أن تكون حيص أمرك الله فإن أمرك بالتوجه إلى بيت المقدس توجهت وقلتم سمعنا وأطعنا فإن حولكم إلى بيت الله الحرام فأنت لا تعبد بيت المقدس ولا تعبد البيت الحرام إنما تعبد رب بيت المقدس ورب البيت الحرام وعليك أن تدرك أنك عندما تذهب إلى البيت أنت لا تعبد البيت إنما تعبد رب البيت فإذا أراد أن يوجهك إلى هنا أو إلى هناك فالذين وجههم الله إلى بيت المقدس في بداية فاضية الصلاة لو صلوا تجاه بيت الله الحرام أنزاك ما صحت صلاتهم ولا قبلت وعندما وجههم إلى بيت الله الحرام لو صلوا تجاه بيت المقدس ما قبلت صلاتهم فاستقبال القبلة التي حددها الله وقت أن حددها هي الفيصل أنك تعبد رب الديار ورب المساجد لا تعبد المساجد نفسها ولذلك عندما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى سلاسة مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى أنت تعبد رب البيت لا تعبد البيوت نفسها الأمر الآخر أن يربط برباط وسيق بين المسجدين المسجد الحرام والمسجد الأقصى سواء في قضية تحويل القبلة أم في رحلة الإسرائي والمعاراج لندرك أن الأقصى أولى القبلتين وسالس الحرامين ومصر ومعاراج النبي صلى الله عليه وسلم فيظل وقفا إسلاميا إلى أن يرسى الله الأرض ومن عليها إذن ولذلك جاءت الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب صحيح التوجه إلى بيت الله الحرام الآن شرط صحة لا تصحر الصلاة إلا به ولا تجوز إلا به وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطأة ولكن أرد الإسلام أن يعلمنا أن العبرة ليس أن تتوجه بجسمك ويكون قلبك وعقلك منصرفا عن الصلاة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب وأنت مخيّب العقل وأنت مخيّب القلب العبرة أن يكون قلبك وعقلك ووجدانك في صلاتك مع الله حضورا عقليا وقلبيا قبل أن يكون توجها جسميا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه زو القربى تخلص من حب الدنيا حبا لله وآت المال على حبه للمال وتعلقه به وارطباطه به لكنه يعلم أن ما عنده ينفد وما عند الله باق على حبه قال بعض أهل العلم الضمير في حبه يعود على المال على حبه للمال وقال بعضهم يعود على رب العزة أي حبا في الله والمعنى يحتمل المعنيين معا مع تعلقه بالمال ينفق بتغاء مرضات الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكواء هذا هو الإخلاص في العطاء وآت المال على حبه زو القربى خيركم خيركم لأهله والصدقة على القريب صدقة وصلح وآت المال على حبه زو القربى واليتام والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقابي وأقام الصلاح ليؤكد أن القضية ليست مجرد التوجه بالجسد ولا حتى أن تذهب حجا ومعتمرا لتكتسب اسم حج أو معتمر شهاتا أو نفاقا أو رياءا ولا أن تذهب بجسدك ووجدانك وقلبك بعيد عن الله عز وجل إقامة الصلاح أن تكون خاشعا خاشعا مستسلما مراقبا لله ثم ينعكس ذلك على سلوكك والصابعين في البأساء والضراء وحين البأس الإسلام سلوك قيم صدق في القول وفاء بالعهد أما لو كان الإنسان مصليا منقطعا إلى المسجد صائما لا يكف عن الصيام ثم بعد ذلك مخلفا للعاد كذابا منافقا مرائيا آكلا للحرام من لم تنهو صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له وإذا كنا نتحدث عن كسرة الصيام في شعبان وفضل الصيام في رمضان فنحذر ممن يصوم عما أحل الله ويفطع على ما حرم الله فرب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا الصهر والتعب يأخذ الإسلام أخزا كاملا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون نسأل الله العلي العظيم أن نكون منهم وأن يحسن في صماتهم وأن يغفى لي ولكم توبوا إلى الله واسألوه العفو العافية الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى الذي نؤكد عليه أننا في أيام طيبة مباركة وفي شهر كريم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه في العبادة فربما يغفى عملنا الآن ونسأل الله أن يكون كذلك فهذه إن شاء الله ساعة إجابة وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة نسأل الله أن نوافقها في كل لحظة عليك أن تترقب حسن الخاتمة وأن تعمل لها وأن تدرك أن الله أخفى رحمته في طعاته وأخفى غضبه في معاصيه فإذا لابست أو اقترفت معصيه تذكر أن الأجل قد يأتيك وأنت متلبس بها كما يقولون قبض على فلان متلبسا تخيل لك لا مفر قبض عليه والعياذ بالله يقتل أو يسرق أو يزني أو يفجر أو يخرب متلبسا أي أنه لا من جات له فما بالك إذا كان الذي قد قبض عليه متلبسا هم ملائكة رب العالمين ولذلك قالوا من قبض على شيء بعث عليه فقد تأتيك إذا كنت الإنسان قبل أن يجذب قد يقبضه ويجذب قبل والعياذ بالله أن يمد يده والحرام قد تقبض يده فتأتي يده مغلولة بالحرام مختلسا يأتي يوم القيامة مفضوحا على رؤوس الخلائق أما إن قبضت ساجدا بُعست ساجدا ومن قبض شهيدا بُعس ملبيا ومن قبض حجا أو معتمرا بُعس ملبيا وإن قبضت صائما جئت وريح فمك يوم القيامة أطيب من ريح المسك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تقول السيدة عائشة وأنت يا رسول الله يقول كيف لا يعائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يحول قلب عبد حوله نسأل الله لنا جميعا حسن الخاتمة أختم بموضوع هم هو دائما علينا دائما أن نقول الحق وللأسف الشديد الجماعات الأرهابية والمتتظفة والمتشددة لعقود طويلة استطاعت أن تزعع في الناس مفاهيم خاطئة من هذه المفاهيم عدم التفريقة بين ما هو وطني وما هو نفعي وجعلت من يقف إلى جانب وطنه هم دائما طوالة ريخهم الأسود لم يكونوا أبدا في صف أوطانهم وسمعتم من قال الوطن حفنة طوالة لا قيمة لها ودائما أوهم الناس أنك عندما تكون مع الوطن فأنت لست معهم فأنت لست مع الدين لأنهم يعون أنفسهم أنهم هم الدين وغيرهم لا دين لهم ومما جعل كثيرا من الناس يحجمون عن قول الحق أو عن الوقوف إلى جانب أوطانهم في اللحظات الحاسمة متأثرين بفكر هذه الجماعات الضلة علما بأن ديننا الحنيف يؤكد تأكيدا لا يدع مجالا للشك أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان وأن حماية الأوطان والحفاظ عليها من عمق الدين بدليل جميع الفقهاء قديما وحديثا لم يشز عالم واحد ولا فقه واحد أن العدو إذا دخل بلدا من بلادنا واجب على أهل البلد جميعا أن يخرجوا للدفاع عن بلدهم كبيرهم وصغيرهم رجالهم ونسائهم شبابهم وشيوخهم مسلحهم وأعزلهم حتى لو فنوا جميعا في سبيل وطنهم ولم يقل أحد من أهل العلم إذا أحسست أنك ستموت فحافظ على الدين وانجو بنفسك واذهب إلى وطن آخر انشر فيه الدين كما تزعم هذه الجماعات لا ديننا جعل للوطن مكانة تسبق مكانة الحفاظ على النفس ومن هنا فإن كل ما يدعم أمن الوطن واستقراره وتقدمه وأوقيه والحفاظ عليه يجب أن تدرك أنك تفعل ذلك تدينا لله عز وجل وتفعله وطنية ليس مجاملة لبعض الناس هذه الجماعات حاولت أن تحدث قطيعة نفسية بين الشعوب وبين حكامها خدمة لأعداء أمتنا على خلاف منهجنا الديني ماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله من إجلال الله أي من تعظيم الله إن من إجلال الله إكرامز الشيبة المسلم كبير السن وحامل القرآن أهل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه وزي السلطان المقصد من إجلال الله إكرام الحاكم العادل سيدنا أبو بكر كان يقول أعينوني ما أطعت الله فيكم كما أن من يقصر في أداي الأمانة على أي مستوى من المسئولية إنها يا أبو زر إنها أمانة وإنك ضعيف وإنها ستكون يوم القيامة خزيا ونداما إلا من إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها فمن أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها كان في أول أول صنف أول واحد أو أول صنف من الناس في السبع الذين يظلهم الله في ظل عاشه الإمام العادل إذن يجب أن نضع الأمور في مفاهيمها الصحيح فإن كان هناك حاكما عادلا أو مسؤولا عادلا وعلى كل المستويات في أي مؤسسة صغيرة أو كبيرة طالما أن المسؤول على أي مستوى يعدل بين الناس واجب عليك أن تعينه وأن تساعده لأن تأخذ موقفا مضادا لكل مسؤول على فهم هذه الجماعات التي كانت تعمل دائما على إحداث قطيعة لا تخدم إلا أعداء ديننا وأعداء وطننا ومن سمتها فإن كل استحقاق وطني طهار يخدم وطنك كان عليك أن تكون إيجابيا في المشاركة فيه وبوضوح شديد في كل الاستحقاقات الوطنية القانونية والدستورية ومنها ما نحن مقدمون عليه ابتداء من الغد فإن المشاركة عملية إيجابية ثم يطرق لضميرك الوطني ولكل وطني شريف أن يختار ما يمليه عليه ضميره وإذا كانت بعض الدول تنظر إلى بعض شعوب ما يسمى بالعالم الثالث وبعض دولنا العربية على أنها دول لا تعرف الحضارة ولا الديمقراطية فإننا علينا أن نثبت لهم أننا شعب عريق يمتلق حضارة لا تمتلكها معظم دول العالم لا تاريخا فتاريخنا يؤكد أننا أصحاب حضارة تضرب لأكثر من سبعة آلاف عام وأصارنا تبهر العالم وتزيد على سلث آثار العالم كله نحن أمة تملك تاريخا عظيما فعلينا أن نبني كما كانت أوائلنا تبني ونصنع كالذي صنعوا وذلك لا يكون إلا بالمشاركة الإيجابية في كل ما يخدم الوطن عملاً عملاً ووطنيةً وتنظيماً ثم كما أكد يطأكل كل إنسان ضميعه الوطني فيما يراه صالحاً لدينه ووطنه وخاصة أننا لا نزال مستهدفين من أعدائنا لأن مصر هي غيظ العدى هي قلب العوبة والإسلام هي دعو الأمة وسيفها شعب ليس فيه ما يصر عدوه على أن فيه ما يغيظ الأعادية نسأل الله أن يجعل مصرنا بلدنا أمناً أماناً سخاءً أخاءً وسائر بلاد العالمين اللهم اجعل مصرنا أمناً أماناً سخاءً أخاءً وسائر بلاد العالمين وهيئ لها رزقها عغداً من البر والبحر والسهل والجبل يا رب العالمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وتخر قلوبنا من الحقد والغل والحسن وشرح صدورنا للإسلام اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضاً إلا شفيته اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضاً إلا شفيته ولا مهموماً إلا فضقت همه ولا مدينة إلا قضيت وسدت دينه ولا معشان إلا يصرت عليه رب العالمين ولا معسرا إلا يصرت عليه رب العالمين اللهم اغننا بحلالك عن الحرام وبفضلك عن من سواك واشرح صدوانا للإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ويعبد الله أقن الصلاة إن الصلاة كانت على المؤنين كتابا موقودا